اشتركوا في القناة والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو العقدة من لساني فقه قولي إن أريد إلا لإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لذنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهديما تشاء إلى صراط مستقيم وبعد أيها الإخوة الكرام ما زلنا في هذه المجالس المباركة التي نحيي بها قلوبنا ونتذكر بها أولئك العباد الزهاد القانتين لربهم الساجدين الراكعين الذين بذكرهم تتنزل الرحمات فإذا ذكروا تنزلت رحمات الله تبارك وتعالى على المجلس الذي ذكروا به فكان الحديث عنهم من أطيب الأحاديث وأجمل المجالس لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزادي لها بوجهك نور واستضاء به من حديثها حادي إذ اشتكت من كلال السير أوعدها قرب اللقاء فتحيا بميعادي لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن عن الشراب وعن الطعام وعن الزادي لها بنورك وجه أو بنور وجهك يستضاء به نور يستضاء به لها بوجهك نور يستضاء به وفي حديثك الحديث عنهم ما أجمله وما ألطفه وما أرقه فلنعود إذا ما كنا بصدده فلنعود إلى ما كنا بصدده من ذكر العبودية وتحقيقها الذي يكون على مستويين على المستوى التصوري وعلى المستوى التطبيقي وقلنا بأنه بالنسبة للمستوى التصوري لا يتحقق إلا بمقومات خمس إذا توفرت هذه المقومات الخمس صح التصور وتحقق وإذا صح التصور وتحقق التصور حينئذ سيكون التنزيل على الواقع تنزيلاً صحيحاً ليس فيه خلل لأن المشكلة التي يعاني منها الناس في هذا الميدان وفي غيرهم الميادين هو الانفصال والانفصام بين التصور وبين التطبيق ولا سيما في أمور العقيدة وفي أمور العبادة وفي أمور الشريعة في أحكام الشريعة كلها فهناك الخلل في التصور وهناك الخلل في التطبيق والتنزيل وقد يكون التصور صحيحاً إلى حد ما ولكن في التنزيل أخطاء قد يقع فيها كثير من الناس لأنهم لم ينزلوا الحقائق التصورية والمعلومات التصورية تنزيلاً يليق بالمقام ولذلك ورد حدث الناس بما يعلمون أو بما يفقهون أتحبون أن يكذب الله ورسوله قد يكون الحديث صحيحاً وقد يكون الحكم مستنبط من الوحي صحيحاً ولكن عند التنزيل يكون صاحبه مخطئاً قد يستعجيل الشيء قبل أوانه والدين والإسلام إنما تنزل على هذه البشرية عبر ثلاث وعشرين سنة لأن البناء هكذا ينبغي أن يكون ولذلك قال القائل وقد يكون مع المستعجل الزلل هذا الذي يتعجل الأمور قبل إتيان إبانها قد يقع في كثير من الأخطاء ولذلك قسمنا تحقيق العبادة خارج الذات بعد أن تتحقق في الذات إلى هذين القسمين قسم الأول الذي يتعلق بتصحيح التصور والقسم الثاني الذي يتعلق بتنزيل التصور على الواقع إذا المقومات الخمس التي سبقت نذكر بها سبق منها أربع المقوم الأول الذي سميناه بالمحرابية وقلنا بالمقصود بالمحرابية هو أن يتصور العابد لربه عز وجل الكون كله محرابا يتعبد به إلى الله عز وجل الدنيا كلها بسمائها وأرضها وبرها وبحرها وجميع ما فيها كلها بالنسبة للعابد الذي عرف حقيقة العبودية محراب بليلها ونهارها وبجميع إحداثها بما فيها من سراء وضراء وشدة ورخاء فهي كلها محراب يتعبد به العابد لربه سبحانه وتعالى بأنفاسه بنظراته بما يسمع بما يخطو به بما بما كل حياته سيتخذها محرابا يتعبد به لله رب العالمين فإنقلب المباح كله عبادة مباحات كلها للعارف بالعبادة والقائم بالعبودية ينقلب كل مباحاته إلى عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل ثم كذلك المقوم الثاني الذي سميناه بالشمولية ثم المقوم الثالث الذي سميناه بالوحدوية حيث أنك وأنت في اتجاهك إلى الله عابدا قانتا معك من الملائكة ما لا يعلمهم إلا الله ومعك من الجنود الذين خلقهم الله تعالى لعبادته ما لا يعلمهم إلا الله وإياك أن تلتفت إلى تلك الشذمة الشاذة التي شذت عن منهاج العبودية فإنها لا قيمة لها في ميزان الله رب العالمين حين تتصور هذه القوافل سائرة إلى الله عز وجل بالليل والنهار لا تمر لحظة من لحظات إلا و رح رح العبودية دائرة والقائمون لربهم عز وجل قائمون والصائمون صائمون والذاكرون ذاكرون والمسبحون مسبحون والحامدون حامدون فلتصور الإنسان هذا التصور فإنه سينشطه للعبادة ويجعل مفتخرا بها ثم كذلك الإنسجامية عندما تتأمل حالك أنت وأنك لا تنتجم إلا عندما تتعبد لله رب العالمين ولذلك انظروا حينما نكون في رمضان كيف نجد حلاوة الصيام لماذا لأنه وقع انسجام مع فطرة التي فطر الله نفوسنا عليها فكان لنا ذلك الراحة والطمأنينة والسكينة وحكذا فكيف إذا ارتقينا إلى التمام والكمال ثم توقفنا عند المقوم الخامس الذي هو المخدومية قلت بأن هذه الكلمات إنما جعلتها رمزا من أجل أن تحفظ المحرابية الشمولية الوحدوية الإنسجامية المخدومية المخدومية ما المقصود منها المقصود منها عندما تكون خادما للملك يخدمك المملوك للملك إذا حققت خدمة الملك جل جلاله تحققت لك خدمة هذا الكون كله مصداق للأثر الوارد الذي يقول فيه سبحانه وتعالى يا ابن آدم خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك فبحقي عليك لا تشغل نفسك بما خلقته لك عما خلقتك له يا ابن آدم خلقتك لنفسي فلا تلعب وتكفلت لك برزقك فلا تتعب يا ابن آدم أطلبني تجدني فإن وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء خلقتك لنفسي سبحان الله إذا سمع العبد هذه الكلمة خلقتك لنفسي الله خالقنا له سبحانه وتعالى فلماذا لا نطلب هذه المكانة التي أرادها الله لنا خلقتك لنفسي عندما أمر بهذه الكلمة عندما يمر بها في حق قال العبد العارف ما أنا فلا شيء فإنه يذوب يذوب حياء من الله كيف يكون على صفة لا ترضي الله وهو يقول له جل جلاله خلقتك لنفسي وخلقت كل شيء لك كل شيء مما ترى ومما لا ترى أنت لا ترى إلا شيء قليل يخدمك أما ما لا تراغ مما يخدمك فلا يحصيه إلا الله ومن أعظم من يخدمك يا عبد الله الملائكة المقربون سبحان الله أنا تخدمني ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أقام الله الملائكة لخدمتك أنت أنت يجعل الله أشرف ما خلق وأطهر ما خلق وأنقى ما خلق وأكرم ما خلق خادما لك خادما لك وإذا ارتقيت ارتقى هذا الخادم معك فانظر إلى مكانك مكانتك أنت حراس ناس يتخذون من البشر حراسا وأنت تستطيع أن تتخذ من الملائكة حراسا ليس من البشر الذي ينام ويسهى ويعصي ويخطي ويخون ويخدع لا إنهم حراس تنام وهم لا ينامون وتغفر وهم لا يغفلون وتسهى وهم لا يسهون حراس يقتربون منك كلما اقتربت من الله لأن الصلة التي بينك وبينهم هي صلة الطاعة فكلما ترقيت في الطاعة كلما اقتربت منهم واقتربوا منك ولذلك لا يتركونك إلا إذا كنت على الشيء لا يرضي الله حتى إذا كنت تقضي حاجتك فإنهم يبتعدون عنك ويظلون حراسا لك أحد الصالحين كان تاجيرا وكان قد توجه بتجارته من مكة إلى الشام في السحراء وإذا به يعترض طريقه أحد قطاع الطرق فيقف ويوقفه ويقول له سلم دابتك وما عليها من البضايا ثم لابد من رقبتك فقال له هذا العبد الصالح خذ الدابة وما عليها ودع نفسي ماذا تفعل بنفسي قال لابد من نفسك هناك أناس يتلذذون بالقتل والدماء إلى يوم الناس هذا يتلذذون بتعذيب الآخرين عندما يرون شخصا من الأشخاص يعذب يتلذذون حينما يرون حينما يرون الدماء تسيل مدرارا ومخزارا يفرحون ويمرحون سبحان من خلق مثال هؤلاء الذين قلوبهم أشد من الحجارة أشد قسوة من الحجارة دعني يا هذا خذ كل ما عندي قال لابد من قتلك قال إذا كان لابد فدعني حتى أصلي لرب ركعتين هذا صاحب العبودية هذا يتذكر العبودية في كل إحيانه وعلى كل إحواله فيستفتح الصلاة ويقرأ الصورة التي هي مناجات بينه وبين ربه صورة الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد وفي سجوده يستنجد بربه ويستغيث بخالقه وسيده وفاطره بدعوات يا قيوم برحمتك استغيث بهذه الدعوات صادرة من القلب من روح العبودية فتصعد هذه الدعوات ليس بينها وبين الله حجاب وحين سلم من صلاته إذا به يرى فارسا مغوارا بيده سيف بتار قد قطع رأسا هذا الظالم وهو يتشحط في دمائه فقال الرجل الصالح لهذه الفارس المغوار يا عبد الله من أنت قال أنا ملك من ملائكة السماء الثالثة لما دعوت الله ووصل دعاؤك إلى السماء الأولى سمعنا للسماء الأولى قعقعة قعقعة السماء لدعاء عبد من عبيد الله السماء السماء بقوتها أو السماء بنيناها بأيذ وإنا لموسعون تتقعقع لدعاء وصلها من ساجد لربه سبحانه وتعالى ولما وصل دعاؤك إلى السماء الثالثة سمعنا لأهل السماء الثالثة ضجة فقلت ما هذا فقيل لي دعاء ملهوف فسألت ربي أن يوليني حمايتك وحفظك ورعايتك في لمح بصر ينزل الملك ليحمي هذا العبد ويدافع عنه كما قال الله في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا حببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وإذاه التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بلا أعيذنه وما ترددت في شيء كترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته إذن من هذه المقومات مقومة المخدومية إذا ترصخ في ذهنك وفي تصورك أن بهذه العبودية يخدمك الكون وكل شيء نسخر لك تسخيراً خاصاً هناك تسخير العام وهناك تسخير الخاص نتحدث عن التسخير الخاص نتسخير العام هذا لكل الناس للكافير وللمؤمن وللمشريك وللموحيد وللملحيد هذا تسخير طبيعي كل الناس يشتركون فيه لكن هناك التسخير الخاص للخاصة الخاص للخاصة والعام للعامة التسخير الخاص يا أحبابي آهم لو أن أمتنا استيقظت من غفلتها وتعبدت لربها لفاقت ذلك التسخير العام الذي يفخر به أولئك ويزهو به أولئك بل ويهددون بذلك يهددوننا بذلك تسخير العام السلاح النووي وما إلى ذلك نحن عندنا ما هو أعظم وأجل إذا كنا لله سيخرق لنا الخوارق في هذا الكون سيكون لنا تسخير الخاص تسخير الخاص لك أنت إذا حققت ذلك وللأمة جمعها لو أن الأمة أخذت بهذا المبدأ كيف ينقلب لها كل شيء مسخرا ملينا في يدها نعم نعم قد تأخذ بالأسباب فلابد دم الأخذ بالأسباب كما أخذ غيرها ولكن يضاف لتلك الأسباب نتائج أخرى غير النتائج والمسببات التي رتبت بمقتضى سنن الله هذه السنان الكونية العامة التي يستوي فيه الناس جميعا وهناك السنان الخاصة التي هي لأولئك وهذا هذا قد وقع في الأمة وقع في الأمة وكرر في الأمة عمر على المنبر يخطب على الناس والسارية في الشام الجنود في الشام بقيادة سارية ويحاول العدو أن يحاصرهم ولا علم لهم بذلك فينطق الله عمر بهذه الكلمة وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله وبينه وبين أولئك المسافة الطويلة سارية الجبل الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حيا على الصلاة حيا على الصلاة حيا على الفلاح حيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله على المكان لا هوتيف ولا فيسمعوا على التو لا لابد من وحد المدة زمانية هنا كما كان لابد من وحد اللحظة زمانية عندنا فهذه الآلة تكون لها أما ثم فكأن سارية يسمع عمر مباشرة من غير إن استغرق ولا لحظة ولا ثانية ولا أقل من ثانية الزمن بيد الله يسخره الله عز وجل لعباده أما في المعارك وفي الفتوحات الإسلامية فحدث ولا حرج حدث ولا حرج في الفتوحات في إسقاط الدولة الفارسية والفتوحات الإسلامية في فتح المدائن يتحرك الجيش المسلم العابد لربه القائم بالليل المجاهد في النهار رهبان الليل فرسان النهار فينهزم الجيش الفارس الذي كان يعد أكبر إمبراطورية كان يدعي أنه القوة التي لا تهزم ينهزم أمام هؤلاء الفرسان مصولين بالله فلما قطعوا نهر دجلة على القنطرة التي كانت مضروبة عليه هدموا القنطرة حتى لا يصل إليهم الجيش المسلم فلما وصل الجيش المسلم إلى هذا النهر الذي كان بمثابة البحر كانت دجلة ترمي بالزبد من شدة المياه التي تتدفق أمواجا ماذا يفعل هذا الجيش المبارك الطيب الذي جاء يفتح القلوب قبل فتح الأمصار ويؤسس لله عز وجل صرح العبودية الذي تحقق في الذوات وهم يريدون أن يحققه في الحياة يحققوه في الحياة وقفوا الآن أمام بحر من الأمواج العاتية بقيادة سعد من أبي وقاص رضي الله عنه وإذا بواحد من هؤلاء الصحابة يقول لهم أتخشون هذه النطفة بحر كله ويعتبره نطفة نقطة فقط أتخشون هذه النطفة أنا سأقطعه بإذن الله تبارك وتعالى وجرد سعد رضي الله عنه سبعين من الذين سيقطعون هذا البحر وقائدهم الذي سيتقدمهم إلى الأمام قال بسم الله ثم قرأ قوله تعالى قرآن حاضر وما كان لنفسنا تموت إلا بإذن الله كتابا موجّلة ثم أخذ يقطع البحر وتبعه العباد الصالحون ويتحدثون بنعمة الإسلام كأنهم يمشون على البر واحد منهم كان قد انقطع كان قد انقطع قدحه كان مربوطا بحبل النلاشين فقال يا رب لا تجعلني من بين إخواني يضيع متاعي فإذا بموجة من أمواج نهر دجلة تحميل هذا القدحة إلى الشاطئ ويأخذه بسلام وكالفرس إذا عيّ يقيض الله له نشزا مكان آل يستريح فيه هذا التسخير الخاص الذي يمنحه الله عز وجل عباده هم يشتركون مع الجميع في التسخير العام ويخصهم الله عز وجل بهذا التسخير مصداق لقوله تعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفرل العظيم إذن المخدومية أل تستطيع أن تحقق المخدومية في تصورك لتجعلك منطلقا إلى الله ترى الأشياء على حقيقتها عندما يصعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان على جبل أحد يهتز جبل أحد لأن عليه جبالا فيخاطبه المصطفى صلى الله وسلم ويقول أسكن يا أحد ثبت يا أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان كيف لا يتحرك هذه الجبل وفقه هذه الجبال لذلك أقول إنك عندما تحقق هذه الخدمة أن تكون خادما لربك سبحانه وتعالى يخدمك الكون كله واعلم بأن ما يخدمك من الكون لا تعلم منه إلا النزر اليسير وأما ما أقام الله لك من الجنود الخادمة فلا يعلمها إلا هو جل جلاله إذا فتمسك بأهذاب هذا المقوم وصحح تصورك فإذا إصححت هذا التصور يأتي بعد ذلك المستوى الثاني الذي هو مستوى التطبيق إذن فلنعض بالنواجد على هذه المقومات التصورية للعبادة وبعد ذلك إن شاء الله تعالى سننتقل إلى مجال التطبيق وقد جعلت كذلك لهذا المجال خمسا هذه الخمس هي أولا ديمومة الديمومة على بساطها أي على بساط العبودية الديمومة على بساطها وسفر القلب في دروبها وأغوارها وكذلك التقلب في أطوارها والتحري في أقربها وأفضلها وأنفعها وكذلك التنعم بحكمها وأسرارها هذه المقومات سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في مجلس آخر ونكتفي بهذا القدر سائرين من الله عز وجل أن يجعلنا من عباده الذين يستمعوا القول فيتبعون أحسنه اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معدونا وأصلح لنا دنيانا التي فيها مع عشونا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا واغفر لنا فيه أجمعين ولا تردنا خائبين واجعلنا من عبادك الصالح المصلحين لهذه المهديين إنك يا ربنا سميع قريب مجيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين